السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم في درسة جديدة نتكلم في هذا الفيديو عن استخدامات Have, Has, Have, Got, Has, Got نرى الفرق بينهم والاختلاف في الاستخدام في تشكيل السؤال أو النفي وأثناء الحديث بهما يفضل الأمريكيون استخدام Have, Has بينما يفضل UK البريطانيون استخدام Have, Got, Has, Got بنفس الوقت الاثنين يستخدمون Have, Has, Have, Got, Has, Got نستخدم Have, Has مع الضمار الحسب الضمير أو الفاعل يكون قبل Have أو Has ننتبه مع I نستخدم Have I, Have We, Have You, Have They, Have لا نستخدم I, Has أو We, Has نستخدم We, You, They مع Have I مع Have He, She, It نستخدم معها Has He, Has She, Has It, Has وقلنا سابقا أنه مع He, She, It يكون الكلمة بعدها منتهية BS ننتبه إذا كان عدنا He and She مور دان ون لأنه في عدنا and أكثر من واحد عند إذن نستخدم Have حتى لو كان عدنا He and She إذا كان عدنا اسم شخص أمار أيضا نستخدم Has مفرد لأنه إذا كان عدنا أحمد and أمار صار أكثر من شخص عند إذن نستخدم Have بالمختصر Has إذا كان One الفاعل مفرد يعني شخص واحد أو شيء واحد Have إذا كان More than One إذا كان Ones إذا كان أكثر من شخص نستخدم Have Has مع المفرد Have مع الجمع دائما وأبدا أيضا بالنسبة Have got Has got I Have got He has got وهكذا نستخدم Have Has Have got Has got نفس المعنى لهم لكن فيه اختلاف رح نأخذه فيه وقت لاحق من هذا الفيديو نتحدث أو نتحدث عن النس نتحدث عن المرض Temporary state حالة مؤقتة I have a cold لدي زكان أو نستخدم نقول I have got a cold نفس المعنى They have a problem لديهم مشكلة أو نقول They have got a problem لديهم مشكلة كما قلنا بداية الفيديو استخدامهم فقط أن البريطانيين يفضلون Have have got وهكذا والاثنين يستخدمونها بريطاني أو أمريكيون لكن مجرد معلومة أيضا نستخدمهم To talk about things that we possess يعني أشياء نملكها أو تكون لنا أحمد has a car أحمد استخدمنا هذا لأنه هي مفرد أحمد has a car لدي أحمد سيارة أو ممكن نقول أحمد has got a car أحمد لديه سيارة بنفس المعنى تماما إذن نستخدمهم To talk about things we possess أشياء نمتلكها أيضا نستخدمهم To talk about what we look like نتحدث عن كيف نبدو She has big eyes She has got big eyes نفس المعنى تماما ممكن نستخدم She has big eyes أو نستخدم She has got big eyes الاثنين معناهم لديها عيون كبيرة أيضا نستخدم have has بمعنى يملك كما قلنا بمعنى يتناول يأكل أيضا بمعنى يشرب ثلاث معاني الحسب الجملة She has a cup of coffee in the morning لنقول تملك فنجين شاي في الصباح تشرب فنجين شاي في الصباح بمعنى She drinks She has a cup of coffee in the morning الجملة الثانية I have my lunch at two o'clock لا أقول أملك غدائي في الساعة الثانية بمعنى I eat my lunch at two o'clock إذن أكل غدائي في الساعة الثانية I have my lunch بمعنى I eat She has a cup of coffee She drinks They have a new house لديهم أو يملكون منزل جديد ننتظر أثناء السؤال لا نستخدم got في الإجابة القصيرة Has he got a cat هل لديه قطة الإجابة دائما الفعل المساعد اللي يسأل فيه أجاوب فيه سألني بهاز أجاوب بهاز تماما ما أتردد بdoes أو do أو will would خلاص بداية الجملة نضع كما بالأخير نقطع yes he has لا نقول yes he has got فقط نجاوب نعمل switch بأول كلمتين no he hasn't have they got got a car لاحظ هل لديهم سيارة بس switch نقل بناتهم yes they have no they haven't إذا لا نستخدم got yes he has got لا يحتاج yes they have got باشرة بجاوب باشرة بهاز أو هاف إذا جاء بعض هاز وهاف تو نترجمها بمعنى يجب أو يتوجب أيضا have got to has got to أيضا يجب نفس المعنى شوف الجمل he has to go now لاحظ ترجم has to بمعنى يجب he has to go now يعني يجب أن يذهب الآن they have to visit a doctor أيضا have to بمعنى يجب يجب أن يزور طبيبا has to have to بمعنى يجب أيضا عندنا she has got to know that إذن يجب أن يعرف ذلك we have got to see her أيضا يجب أن نراها has got to يعني يكون أكثر الزاما من has to he has to يجب she has got to يعني يجب لكن أكثر الحاحا من has to ننتبه ممكن نختصر have got to got to got طبعا أثناء الكلام فقط إذن أثناء الكلام وليس الكتابة بالكتابة لا نكتبها ممكن she has got to بدأل هالتركيبات نستخدم got أثناء الكلام لسرعة الحديد she got to know that يعني يجب أن تعرف ذلك have got to أيضا نستخدم got or got we got see her يعني يجب أن نراها فقط أثناء الكلام وليس الكتابة has have بس يجي بعدها to نترجمها يجب ننتظر بلحظة هذه has got to have got to لا تأتي بالماضي يلا نقول had got to أبدا لنستخدم بالماضي إذن نستخدم بدلا عنها had يلا نقول مثلا he had أثناء لسرعة كان لديه ألم أسنان في السنة الماضية لنقول had got to إذن لا تأتي في الماضي he will have a new pen سيكون لديه قلم جديد لا نصا نقول will have got to إذن لا تأتي في المستقبل have got to لا تأتي في الماضي ولا تأتي في المستقبل إذن نتبع الملاحظة هذه ممكن نختصر have got to نختصر l-ha نضع أبوستروف for example I've got to أو نختصر has ha بالشكل هذا أبوستروف s تصبح he's got to لكن ننتبع نستخدم الإختصار إذا كان informal يعني إذا كان غير رسمي تحدث مع صديق أو كلام غير رسمي لكن إذا كان formal إذا كان رسمي أو حديث رسمي أو خطاب رسمي يجب أن نستخدم بشكل كامل have got to has got to وليست مختصرة نريد أن نحول سؤال أو نسأل سؤال he has a book لديه كتاب they have a cat لديهم قطة نريد أن نحول السؤال لن أكتب مباشرة has he a book بشكل بشكل إذا هذا تعبير خاطئ عند إذن نحتاج إلى فعل مساعد has have بال present simple بالحاضر البسيط عن نظر البسيط عند إذن نحتاج do does دائما مع he she at كما قلنا تأتي الكلمة بعدها s عند إذن نستخدم does باقة ضمائر نستخدم do أو مع المفرد does مع الجمع أيضا do عند إذن مع he نستخدم does نضع بداية الجملة he كما هي has نحول إلى have نرجعها دائما بعد do وdoes نرجع الفعل إلى الأساس الفعل الرئيسي بالنسبة لأفعال الملك هو have إذن verbs to have أفعال الملك الفعل الرئيسي أو المصدر هو have نحفظه بشكل بصم بعد do does يجب أن نستخدم have does he have a book هل لديه كتاب he has a book تصبح does he have a book ننتبه لا نقول does he has إذن يجب أن نعيد has إلى have نحفظه قاعدة بعد do does نستخدم have الجملة الثانية they have a cat أيضا مع they نستخدم do نكتب they كما هي have already موجودة a cat تصبح do they have a cat هل لديهم قطة نريد أن نجيب إجابة قصيرة نجيب ب yes أو no دائما بعد yes كما و no أيضا كما فلس نقطة does he have دائما وأبدا اللي سألني به أجاوب به بس عبارة دائما بالسؤال أبدا بس أول كلمتين بقلب بينهم does he تصبح he does أيضا does he نكتب he does ونضع عليها not نقتصرها no he doesn't أو ممكن نكتبها no he does not ما ننسى الملاحظة هذه دائما الفعل المساعد يكون بداية الجملة نجاوب في does he ما أتردد إذا واحد سألني does he أجاوب yes he did أو yes he will yes he have بدون أي تردد ولا استعجال اسمعت does بلشرة أجاوب does الجملة هذه do they have أيضا نكتب yes فلس أيضا no كما فلس لاحظ بس أقل بأول كلمتين بدون أي تردد تماما do they تصبح yes they do no they don't لماذا الفعل ساعد أجاوب فيه لأن يكون زيما الجملة present symbol مظاهرة بسيط رح يكون إجابة أيضا بالمظاهرة بسيط ممعقلة أجاوب بالمستقبل أو يكون بالمستمر اللاحظ الجملة الثانية he has متبوعة بـ got أيضا عندنا got he has got a book they have got a cat نريد أن نحول السؤال بهذه الحالة لا نحتاج لـ do does التعبير هذا has got have got فقط نضع has في بداية الجملة تصبح has he got a book question mark إذن دائما مع has got have got فقط نضع has have في بداية الجملة نرى الجملة الثانية they have got a cat فقط نضع have في بداية الجملة تصبح have they got a cat question mark بس نضع have بداية الجملة إذن دائما مع has got have got فقط نضع has و have في بداية الجملة نريد أن نجيب كما قلنا في بداية الجملة نقلب ببناتهم yes أو إذا كان no yes he has no he hasn't الجملة الثانية have they أيضا أول كلمتين فقط أقلب بناتهم yes no yes they have no they haven't أو have not إذن فقط نقلب بناتهم have they تصبح yes they have no they haven't إذن بالمختصر إذا كان عندنا has نحتاج إلى do و does لتشكيل السؤال ومع does رجع has إلى have مع has got have got لا نحتاج إلى do does فقط نضع have أو has في بداية الجملة بهذا الشكل أنهينا درسنا لهذا اليوم أتمنى قدمت شيء للفايدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك الفيديو وترك تعليق في نهاية الفيديو وصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر